السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم إخواني أخواتي وجميع من يشاهد الآن إن شاء الله سنبدأ سلسلة جديدة عبارة عن فيديوهات كل فيديو سيكون سنستعرض فيه أحد التطبيقات المميزة للأندرويد والآيفون التي تساعدنا لتعلم وممارسة اللغة الإنجليزية وطبعا سيكون الاختيار على التطبيقات المميزة التي تقدم أسلوب فريد من نوعه أو مميز للتعلم والممارسة وكذلك التطبيقات الغير مشهورة في العالم العربي التطبيقات المشهورة مثل دولينجو وميمورايز غيرها من التطبيقات لن نتطرق إليها لأن الكثير يعرفها واليوم أول حلقة وهي لهذا التطبيق بلينجو أب لكن قبل ذلك أريد أن أنوه إلى أن سيكون هناك مقالة في المدونة ستحتوي أو ستضم جميع التطبيقات كلما استعرضنا تطبيق سوف أضيفه في المقالة وأحدث المقالة وبعد فترة ستصبح المقالة عبارة عن موسوعة لأفضل التطبيقات المجانية لتعلم وممارسة الإنجليزية سأضع الرابط تحت إن شاء الله وستكون هذه هي البداية وكل مرة سيتم تحديثها وإضافة التطبيقات المميزة إليها إذن هذا هو التطبيق سنقوم بفتحه طبعا في البداية ستقوم بتاء التسجيل عبر البريد الإلكتروني أنا قمت بالتسجيل بالفعل وفكرة التطبيق أنه يساعدك على القراءة باللغتين طبعا أنت تتعلم الإنجليزية لذلك ستختر عند التسجيل اللغة الإنجليزية ومعها العربية يعني سيكون هناك قريب لغتين بحيث تشاهد النص بالإنجليزي والعربي عموما هي عبارة عن في البداية سوف تقوم بتحميل القصص أو المقالات هنا لك قصص قصيرة قصص بعضها مجاني وبعضها بفلوس لكن بإمكانك أن تشتري نسخة المدفوعة مثلا هنا ستة عشر دولار فقط لإلغاء الإعلانات كامل وإتاحة جميع القصص والمقالات هذه المكتبة مثلا هذه القصة سنقوم بأولا تحميلها وننتظر حتى يتم تحميلها وبالتالي سنتمكن من قراءة والاستماع عليها وكذلك معرفة الترجمة الآن نقوم بالنقر على read أو لمس read كما نلاحظ الآن الآن لم أنقر أيقونة التشغيل النص في الأعلى هو للإنجليش ونص في الأسفل هو للعربي طبعا هذه موجودة في أدة مواقع تطبيقات حتى كتب قصص مقرؤة ومسموعة عندما يأتيك بالنص الإنجليزي والنص العربي في المقابل لكن الميزة الإضافية أن هناك تحديد لكل جملة وكل عبارة وفقرة سنقوم بالتشغيل كما نلاحظ أنه يمشي معك بالإنجليش وبالعربي وإذا أردت أن تسمع للجملة من جديد ما عليك إلا النقر عليها والنقر على الاستماع وحكذا طبعا هذه هي الصفحة الأولى فقط ثم الصفحة التالية ثم الصفحة الثالثة فبالتالي أنت تستفيد وتمارس وتتعرف على كلمات جديدة هذه أهم ميزة من ضمن العيوب أن الصوت في معظم المقالات أو التي لاحظتها ليس بدقة عالية أو بجودة ممتازة جيد لكن ليس بذلك القدر والعيب الثاني لا أتذكر كان في عيب لكني نسيت المهم هذا هو التطبيق الرابط ستكون في الأسفل طبعا هنا My Stories هذه تحتوي على القصص التي حملتها وهذه المكتب العامة التي فيها الجميع الرابط ستكون في الأسفل شكرا على المتابعة ونلقاكم في فيديوها القادمة وفي حلقة جديدة من هذه السلسلة مع تطبيق مميز آخر إن شاء الله